موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأديب الأردني هاني علي الهندي تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدنا نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد رسالة اعتذار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت منذ طفولتي إذ أكتب أشتاق مدحكة إنما أتهيب ما زلت منذ طفولتي إذ أكتب أشتاق مدحكة إنما أتهيب وظللت في تيه القرار مغيباً حتى رأيتك في خيالي تعتب وإذا حديثك كندى قطراته وإذا حديثك كندى قطراته وإذا ضلوعي مثل أرض تعشب وصحوت وصحوت أهدي حرقة وتأسفاً وأذوب في لطف العتاب وأعجب أنا يا رسول الله جئتك باكياً أنا يا رسول الله جئتك باكياً من ذا بحقك يا محمد يذنب يا واحة الدنيا يا واحة الدنيا وعطر وجودها يا شمسها المثلة التي لا تغرب إن غاب ذكرك عن قصيدة شاعر فبأي ذكر بعده تتطيب أنا ما عزفت عن المديح أنا ما عزفت عن المديح وإنما لعظيم شأنك هيبة لا تحجب تدن الحروف لكل وصف شئته وأمام وصفك يا حبيبي أتعب ما مس معناً في مديحك خاطري ما مس معناً في مديحك خاطري إلا وأنت أجل منه وأهيب أو مر عذب الحرف فوق أناملي إلا وأنت أرق منه وأعذب ما مس معناً في مديحك خاطري إلا وأنت أجل منه وأهيب أو مر عذب الحرف فوق أناملي إلا وأنت أرق منه وأعذب أدن اشتياقاً ثم أحجم رهبة أدن اشتياقاً ثم أحجم رهبة وأظل حيران الخطى أتقلب يا لحفة الكلمات يا لحفة الكلمات مذ أذهلتها بصفاتك الحسنى تذوب وتخصب وتذيب روحي كي أجيء بفكرة أفكارها من حسنها تستغرب الروح فيها جنة وحروفها كالطير تدن من يديك وتشرب ما زالت الكلمات تسترق الرؤى ولكل خاطرة دنت تتأهب تهفو إلى المعنى القصي لعلها ترقى بوصفك للسماء وتطرب تسعى لوصلك سعي من عرف الهوى تسعى لوصلك سعي من عرف الهوى فالوجد قاس والحبيب مغيب فيضيق بالحرف انبعاثك فكرة وحقيقة وسلافة تستعذب من ذا يصب الحسن في قارورة ويحيل سحر الكون حرفا يسكب فلأنت صنع الله أبهى صنعه وحروف اسمك في القلوب تذوب ولأنت أصدق ما يقال عن الهوى من بعد حبك كل حب يكذب إن طال بأجلي قصدتك مثقلا بالشوق إن طال بأجلي قصدتك مثقلا بالشوق أسعى للقاء وأدأب أتلو قصيدة متعب بهمومه آت بدمع حروفه يتقرب كم لهفة عبرت حدود تصبري كم لهفة عبرت حدود تصبري شوقا إليك وغص فيها الموكب فتناثرت وجعا وحرقة أضلع ومرالة في الروح ليست تنضب وإذا بحلم العمري يهرب من يدي كالماء بين أصابعي يتسرب يا من وقفت بمدحه متهيبا ونزفت عمري حائرا أترقب يكفي حروفي شرفت بعتابكم أولست أرقى من يلوم ويعتب ها قد كتبت قصيدتي فلعلها تدن لأقرب ما تحب وترغب الروح الوحي الوحي من عبق العتاب معطر الوحي من عبق العتاب معطر والحرف من ألق الحضور مذهب هذا اعتذاري إذ أتيتك نادما هذا اعتذاري إذ أتيتك نادما لا كان شعري إن تركتك أغضب بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب هذه المختارات الشعرية أو الديوان الأخير لما صدر لي من شعر واسمه الناسق صدر عن دار دجلة ناشرون وموزعون في عمان هذه الأضمومة الشعرية ضمت مجموعة من القصائد المختارة من دواوين سابقة وأيضا من قصائد لم تنشر في أي ديوان أو في أي مجموعات شعرية جميعها على الأوزان الخليلية بالتأكيد هناك قصيدة البيت الكلاسيكية وأيضا هناك قصيدة التفعيلة وأعتقد بأن هذا الديوان أو هذه الأضمومة يعني تمثلني تماما وأقول فيها في الشعر أمرض كي أعافى من كثير في قليل من كلام في الشعر أقطف ما تنمر من خيال داشر لأطير مثل فراشة خلعت عباءتها الشفيفة فوق ضوء لا ينام في الشعر أضحك من بكاء حمامة فقدت وظيفتها وماتت فوق أوراق السلام أرجو لكم قراءة معتعة وشكرا لكم الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع الكثير من الخطاطين العرب وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم الآن أنا أثناء العمل بمشغلي لعمل كلاسيكي هذا العمل بالثلث الجيل اللي هو أصعبا مع الخط طبعا مواصفات العمل الأصل يجب أن تكون ورق خاص الورق مقهر إحنا نسميه اللي هو معالج الورق يكون قديم ومصنع إدويا حتى الحبر إحنا نستخدم الحبر يجب أن يكون حبر عربي يوضع به حرير مثل هذا اللي هو الحرير فالحبر يكون فيه مخمر حتى يكون ينطينا السواد الحالك ويكون قابل للتصحيح وغير قابل للتلف عبر المئات السنية يعني هناك مخطوطات نشوفها بالمتحاف عمرها قد يكون 800 سنة وآلف سنة وتشوفها كأنه الخطاط هسروا فعيدة من عملها طبعا لوحة هذه مذهبة تمتذهب في تركيا والآن ده أفنش في بعض الأجزاء بالتنظيف الفنشي اللي نقصد به من خط الخط لا يكتب مرة واحدة بالحقيقة يعني لازم وراء ما يكتب أول شي نسوي مراحل العمل الفني بالثلث الجلي تحديدا تبدأ بمرحلة أساسية احنا نسميها السكيتش أو نسميها الفكرة فالنص اللي مكتوب إنه أنا النص اللي أنا كاتبه الحديث الشريف إزهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس فيبدأ بالسكيتش من التكوين الفكرة أولا ثم ينتهي بأنه الفكرة تنضج كم يوم ونظل نسوي سكيتش حتى إلما أشوف أن هذا السكيتش من ناحية جمال التكوين جمال الحروف تداخل الحروف مع بعضها ما في مكان مزدحم وما في مكان فاضي بعدين تتنفذ على الورق ومن ثم يذهب المراحل النهائي هي مسألة الفنش اللي احنا نستخدم فيها دقائق يعني سلاية نعمة جدا حتى الخط يكون نظيف وإذا كانت هناك إزالة لأجزاء من الحرف نستخدم مشرة خاص بالتكوين هذا حتى ينظف بعض الأشياء الدقيقة ينظفه وينطينا اللوحة تكون مفنشة بالكامل طبعا هناك بعض الأعمال تاخذ أشهر وهناك بعض الأعمال تاخذ سنين يعني هناك سامي أفندي رحمة الله عليه اللي هو أستاذ المدرسة العثمانية في مطلع القرن العشرين توفى سنة 1912 كان هو ملك التلت الجيل يسمى هناك بعض الأعمال طول فيها ثلاثة سنين حتى خلنا عليها توقيعها لأنه ياخذ وقت كبير جدا بالفنش والتصحيح حتى يخرج العمل بالطريقة اللايقة الآن ببعض المقانات يرادلها إعادة إكساء نسميه ونظل نتبحر بالعمل قبل ما يكمل ونظل يعني أنا شخصيا أترك العمل وراء ما يكمل كل فترة شهر أشوفه مرتين حتى أشوف وين الخلل لأنه اليوم جوز ما أشوف خلل بس بكرة ممكن أشوف خلل بالعمل فحتى يتوقع يطلع بالطريقة الملائمة تاريخيا لازم يكون دقيق جدا وأنا شخصين يعني ما يعجبني كتابتي كلما نكتب أقول إن شاء الله يعلمنا الجديد فنشوف الخلل أنا أقول الحمد لله شوفت خلل بالعمل أقول الحمد لله أنه والله شوفنا هذا الخلل حتى نصلحه وننتقل بالعمل بخطوة جديدة ومرحلة جديدة هذا اللي حبيته أوضحه بالنسبة لي هذا الشغل اللي أشتغلها الآن أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأديب الأردني هاني علي الهندي فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسلم بك سيدنا هاني ضيفا على فضاءات وعلى الرافضة أهلا وسهلا فيك بداية أشكرك على هذه الاصطضافة وأنت الشاعر العروبي المسكون بهم الوطن كما أشكر قناة الرافدين لمتابعتها للشأن الثقافي العربي والعالمي شكرا لكم شكرا لك سيد هاني وفرصة سعيدة أن نلتقي فيك ونتحاور في فضاءات وفي جو الرافدين مرحبا بك مرحبا بك دائما تقول أنك ورثت النكبة عن أجدادك الذين اقتلعوا من أرضهم عام 48 وتسعمائة وألف بدي أن نعود إلى ذكريات الأجداد من أي مدينة فلسطينية أنحذر أجدادك أنحذر أجدادي من قرية قرية القباب تابعة لواء الليد قضاء الرملة على كانت القباب قرية شقيقات بقية القرى الموجودة والمدن حالمة تحلم بالفرح والسعادة طمأنينة هدوء في النهار عمل وفي الليل سمر وأطفالها كانوا يطاردون الفراشات في الحقول والبيادر حتى ظهرت عصابات صهيونية التي سرقت منهم الفرح وقتلت الطمأنينية وشردتهم إلى المنافي ومخيمات اللجوء هذه هي قرية التي ولد فيها أجدادي جميل إذن تسمى قرية القباب هذا الاسم كيف جاء؟ أنا معروف أن القباب في الغالب الأماكن المقدسة يعني قبور الأولياء هذه القرية كيف أخذت هذا الاسم؟ أخذت هذا الاسم نتيجة للتلال نعم الموجودة فيها التي كانت تأخذ شكل قباب هذا سبب التسمية وكان فيها بعض الصالحين أيام سراج الدين سراج الدين الحنبلي القبابي المقدسي أيضا عاش فيها وقالوا أنه كان له قبة يتعبد فيها نعم أما الصح هي نتيجة لشكل التلال التي تأخذ شكل القبة ولذلك سبب هل ما زالت هذه القرية لها آثار الآن البقية تحافظ محافظة على هذا الاسم؟ ألا هي محافظة على هذا الاسم نعم ولكنها الآن مدمرة من ضمن القرى التي دمرتها عصابات اليهود نعم المدرسة موجودة الجامع موجود بعض البيوت موجودة نعم أما يعني المدرسة باقية فاعلة الآن؟ لا فقط آثار آثار نعم وبعض البيوت سكنها اليهود اللي جاءوا من تشكس الفاكية وعلى أرضها أيضا بنوا مستعمرة مشمار إلون نعم ولكن الذين يقومون بزيارتها حتى الآن يعني غيروا الاسم اسم القرى هي القبابة القبابة ولكن المستعمرة نعم أطلقوا عليها مشمار إلون نعم نعم ولكن الأشجار موجودة حتى الآن شجر الصبر الطرق الترابية الزراعية نعم عين يردى نعم الموجودة فيها اللي كانت كيف تعرفون أنه ما زالت هذه الأشياء موجودة؟ في زيارات بيقوموا فيها آهل نعم أهل القباب الموجودين نعم بيروحوا وبصوروا وبكتبوا عنها نعم نعم يعني حقيقة أمر مؤلم يعني الشعور الدائم بالظلم نتيجة اقتلاعكم من من وطن الأجداد بعد اقتصابه من كيان لقيط وهو الكيان الصهيوني الذي تحميه قوى الشر الدولية ذلك الشعور كيف انعكسه على التجربة الكتابية لك؟ هو الحقيقة لم يشهد التاريخ ظلم كظلم القضية الفلسطينية بدءاً من وعد بلفور وانتهاءاً بأحداث غزة نعم كنا نقول بالأول وانتهاءاً بعام التهجير 1948 ولكن لا كان واضحاً في هذه الفترة الظلم الذي وقع على غزة وعلى شعب غزة وعلى شعب الفلسطيني بشكل عام ولكن نعود نحن إلى القباب أو خليني أقول عند أهلنا لما خرجوا حملوا معهم ذكرياتهم نعم أوجاعهم أحزانهم حملوا معهم قريتهم نعم في صدورهم حملوها ومعهم إلى المنافع ونحن كأجيال ورثنا هذا وبالتالي انعكس هذا الأرث على حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وبالضرورة سينحكس أيضاً على تجربتي الإبداعية هذا يعني لا يمكن أن أكتب بعيداً عن هذا الجرع أو عن هذا التعب ولذلك أنا أقول تجربتي غذتها هذه المآسي التي عاشها هذا الوجع نعم هذا الوجع الفلسطيني نعم إذن من هذا الوجع أنت كتبت على الموروث الشعبي الفلسطيني وأصدرت عدة مؤلفات في هذا الشعن اللاسية مع الحزن في الأغنية الشعبية الفلسطينية والعرص في القرية الفلسطينية يعني أريد أن أتحدث عن هذا الجانب من الإبداع والكتابة وسؤال أيضاً إلى أي مدى يمكن أن يكون الموروث الشعبي حافظاً ومعتقدات ومناسبات إلى غير ذلك منها وبالتالي وجب حماية هذا التراث الذي ورثنا نحن كشعب فلسطيني ورثنا هذا التراث عن أجدادنا الكنعانيين نعم ونحن الآن معنيين بالمحافظة عليه لأنه يتعرض إلى السرقة السرقة الصهيونية هذا هويتنا وبالتالي بركز أنا على هذا الموروث يعني مثل ما تشوفت صدر الإقباب من ريحة البلاد في ظهرة الحزن في الأغنية الشعبية الفلسطينية من أمثال النساء تحت عنوان هم البنات للممات في عندي الحياة الشعبية العرس الفلسطيني الآن الصهيونية يحاول وسرقة هذا التراث نعم وكلنا نعرف قصة الثوب الفلسطيني كيف تم تلبيسه إلى منظيفات شركة الطيران الإسرائيلية العال عشان لذلك أقول على كل فلسطيني نعم قادر على الكتابة نعم أن يكتب في التراث الفلسطيني نعم يميل طيب هذا الثوب الفلسطيني المعروف طبعا هذا المطرز نعم يعني هل كان اليهود طبعا كان بعض اليهود يعني ساكنين في هذه البلاد مع العرب لكن كان نسبة العرب هما الأكبر من نسبة الفلسطين لم تكن هناك لم تكن هناك الكيان الصهيوني طيب لما اختاروا هذا هذا الزي هو معروف زي فلسطيني في الغالب تلبسه المرأة الفلاحة أو بنت الريف أو المناطق الريفية كيف جاءت هذه الفكرة أنه يلبسوا المضيفات هذا الثوب الفلسطيني لأن المضيفة تنتقل من دولة إلى دولة طيران وبالتالي عندما ينبه الركاب الطائرة بهذا الزي نعم كانوا يقولون هذا الزي الإسرائيلي العبرانيين اليهود ولذلك ركزوا عليه أيضا في معارضهم الدولية صاروا يعرضوا على أن هذا تراثنا علما علما أنهم تعلموا ألا فيه أنه كان فيه فلسطينيات في فلسطين قبل الثمانية وأربعين وقبل يعني الف ثمانمية ثنان وثمانين كان موجودين نعم زي أي شعب مسلم مسيحي يهودي وكانوا يعيشون بسلام نعم بمودة بمحبة لم تكن الصهيونية قد تدخلت فيهم نعم ولذلك بعض هذه النساء تعلمت التطريز من الفلاحات فعلمتهم وفتحوا مشاغل كبيرة جدا لتعليم التطريز نعم على الماركة احنا في عنا على الماركة بيطرزوه وبيبلشوا عملية التنسيل جابوا فتيات اللي هنا كانوا موجودات في فلسطين علموا بنات اليوم اليهوديات على فن التطريز حتى يثبتوا للعالم أنه هاي البنات اليهودية هاي المرأة اليهودية هاي الست اليهودية وهذا معارضنا وتراثنا الموجود اللي بيعرضوه في المعارض الدولية الشعب الفلسطيني يتهجر في بلاد العالم المختلفة يعني الشعب الأول الذي من الشعوب العربية الذي تهجر وسكن البلاد العالم مختلفة وهناك من تجنس في جنسيات تلك البلدان طيب عليس الواجب على هؤلاء أنه يعني ينقل صورة التراث الفلسطيني إلى هذه الشعوب إلى المؤسسات الرسمية أنه يا الشعب الفلاني أنه هذا الثوبة الذي ترتديه المضيفة الصهيونية الآن في يعني الخطوط الجوية الصهيونية أنه هذا الفستان فلسطيني هل هناك محاولة صارت بهذا التجاه أكيد يعني أقيمت عدة معارض فلسطينية نعم أيام تودد عبدالهادي في أمريكا يعني وفي فرنسا وكان فيه بعض النساء الحريصات على التراث قاموا بهاي المعارض في بعض هذه الدول ولكن كما تعلم الإعلام الصهيوني أقوى متفوق على الإعلام العربي نعم وإن كان فيه تأثير بيكون تأثير خفيف نعم للاقصد لك كتابات في أدب المقاومة والأدب الملتزم ودي أن نتحدث عن مفهوم هذا اللون من الأدب أدب المقاومة والأدب الملتزم وعن أهمية الكلمة في مواجهة العدوان ونحن نعيش صفحات العدوان الغاشم العدوان الصهيوني على غزة نعم الحقيقة هي الكلمة سلاح آخر بيد المناضلين والمقاتلين نعم تخشاها القوى الاستعمارية كلها في الجزائر وفلسطين حتى بالعراق بثورة العشرين يعني كانوا ضد الكلمة المقاتلة في عام 1919 أثناء الثورة المصرية أصدرت حكومة الاستعمار البريطاني بمنع أغاني أو أي كلمات تشير إلى سعيد زغلول الآن أيضا على المستوى الفلسطيني لأن الكلمة كانت مقاتلة وجارحة ومؤثرة في هذه الشعوب تم اغتيال غسان كنفاني عام 1972 في بيروت أما بالنسبة للأدب الملتزم أو الأدب المقاومة أو الأدب المقاوم أنا إلي وجهة نظر طرح بقول الأدب المقاوم مش أدب المقاومة الأدب المقاوم هو الذي يكتبه المقاوم المقاتل الذي ينتسب أو انتم أو انضم إلى صفوف المقاومة نعم على سبيل المثال غسان كنفاني معين بسيسو عز الدين المناصرة رشاد أبو شاور وغيرهم الكثير هؤلاء إذا كتبوا بعتبر كتاباتهم أنها مقاوم أدب مقاوم أما أدب المقاومة والالتزام هو أن تؤمن بقضية معينة وتكتب وتلتزم في الكتابة فيها والدفاع عنها أنا بعتبر كتاباتي أدب ملتزم وليست أدب مقاوم كما قلت لك المقاوم هو الذي يعني تصد يجب أن يحمل السلاح نعم الكاتب لازم الشعر أدب المقاوم أنا أعرف أنه قصدك أنه الأديب الذي يكتب أدب المقاوم يجب أن يكون هو مقاوم نعم نعم قد يكون هو مقاوم لكن ليس لديه موهبة الكتابة هذا أسمي أدب أدب المقاوم أدب المقاوم هل أدب المقاومة كلنا نكتب في أدب المقاومة والالتزام نعم التزمت أنا مثلا بخط التراث الشعب الفلسطيني هذا لا يعني أني لا أكتب في غيره لا أكتب ولكن مركز لأني مؤمن بهذه القضية بقدسي بعتبر هذه رسالة هذا هو الالتزام في الأدب كما أقول وهناك أيضا الأدب المقاومة أدب المقاومة بصنا عن أدب يعني أدب المقاومة وأدب المقاومة نعم يعني أدب المقاومة تعني كل واحد يكتب لكن يؤازر نعم الجهد المسلح نعم لكن الأدب المقاوم يجب أن يكتبه من يمارس دور المقاومة أو ينتمي أو ملتحق بصفوف المقاومة نعم يعني غسان كنفاني كان رئيس تحرير جريدة الهدف بس كان ملتزم نعم ملتزم بتنظيم معين هذول أبناء التنظيمات اللي أنا بقول عنهم هذا الذي يحمل صفة أدب مقاومة نعم ولذلك تم اغتياله هلا كثير إحنا وإحنا بنكتب نعم لم نتعرض للاغتيالات نعم هما بيحاول يغتعلوا الأدب المقاوم الأتيب معذرة سيد هاني سنكون بعد الفاصل معذرة إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي إلى هذه الحلقة الباحث والأديب الأردني هاني علي الهندي فاسبحوا لي أن أرحبوا ضيفي أهلا وسأل بك السلام حاني عليك الله على فضاءات والرافدين كنا قبل الفاصل نتحدث عن الأدب المقاوم وقلت حضرتك أنه من كان يعني 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 يكتب أدب مقاوم وهو منتمي إلى فصيل تعرض لل للاغتيال والقتل من قبل الأصابات الصهونية يعني هل نفهم من ذلك أنه من لم يتعرض للقتل والاغتيال أنه لم يكن مقاوما يعني أو لم يكتب مدعو مقاومة لا أنا رأيتك عندما ذكرت أسماء الكتاب أسماء لم تذكر محمود درويش ولم تذكر سميح القاسم نعم نعم وأنا عندي سؤال في هذا الموضوع نعم نعم هم كتبوا في أدب المقاومة نعم في أدب على لم يكنوا مقاومين لا لا كتبوا في أدب المقاومة يعني سؤال كان عندي أنه لماذا لم تعرض محمود درويش للاغتيال مع أن محمود درويش كان يعني مواقعه واضحة جدا للعدو أكثر من غسان كنفاني وأكثر من كمال عدوان آه بس كمال ناصر آه بس بالأخير كلب يعني هو هذا النهاية نعم فلذلك رأيتك أنه استثنيت محمود درويش من الأسماء لذكرتها نعم 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 يعني ما كتبه محمود درويش طبعا قصائد كثيرة كانت تردد في بالأغاني في الأغاني في الاحتفالات في النشاطات نعم وصار هو الشاعر الأول للقضية الفلسطينية أدب مقاومة نعم أدب مقاومة نعم قلت أنه محمود درويش انقلب في نهاية نعم يعني لو أردنا أن نفسر أنت من ضمن يعني ابن القضية الفلسطينية وابن المشهد الثقافي وكتبت كثيرا في هذا المجال ولك طلاع ورؤية عميقة في هذا المجال يعني لماذا تفسر هذه الانقلابية أو نقول تغيير المسار مثلا هي يعني ما في عندي تفسير إلها نعم حقيقي ولكن هو لحك المرحلة نعم تعرف في البداية كان في مد ثوري وكان قتال وكان كذا بعد أوسلو نعم انحرفت البوصلة جدا نعم وانحرف كثير من الأدباء والكتاب والشعراء مع هذا الانحراف الجديد نعم ولكن بعضهم بقي كما هو ثابت معاهدة أوسلو عام 1993 في نرويج اللي هي صار اتفاق على أنه يكون هناك سلطة أو منح الفلسطينيين سلطة للمقامة الفلسطينية أو حركة تفتح أو المنظمة التحريف الفلسطينية كلهم سلطة كلهم دور في القاضي السياسي في فلسطين محمود درويج أشر عليه أظن قبل هذه المرحلة وصار عنده انحراف في الاتجاه أنت تقول من معادة أسلو من عام 1993 أغلبهم آآ 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 بدأ الانحراف هاي وجهة نظري عبد الرحيم محمود لم تذكره مع أنه عبد الرحيم محمود كان مقاتلا وكان شاعرا واستشهد في أحد المعارك عام 49 هذا أدب مقاوم عبد الرحيم محمود ما ذكرت لأني ذكرت أمثلة طبعا فيه كثير على سبيل المثال مثلا إبراهيم نوح نعم كان أيضا مقاوم هذا شاعر شعبي نعم كان هذا مقاوم بعتبر هذا أدب مقاوم وإذا بتقرأ فيه شهر الشعبي يا أخي بتحس فيه روح المقاومة نعم مش النضال وبس ولذلك يعني أنا ما ذكرتهم جميع يعني مليان نعم حتى حديثا من الشعوراء أو الدباء أو الكتاب من ينتمي إلى بعض الفصائل نعم هذا اللي أنا قصدته عندما قلت رسان كنفاني كما توضلت حضرتك طبعا معروف أنه اختيل فيه في بيروت عام 1972 مع طفلة كانت معه ابنة أخته على ما أظن وكان هناك عبوة زرعوا هلافة طريق وقتلوه ناجل علي رسام الكاركاتير غتيل في لندن عام 1987 وحتى هذه اللحظة لم يعرف من من الذي اختاله هذه موجة للإغتيالات السياسية نعم كانت فترة الإغتيالات السياسية جميل هذا مؤشر أو معيار جميل أنا أحترمك أشكرك عليه أنه في الغالب أنا أقول القتل عندما يكون الإنسان في ساحة الكتابة أو ساحة النظال عندما يقتل فهي الشهادة عندما يقتل من العدو من الخصوة نعم فهذه الشهادة ما بعدها شهادة بأنه كان في الخط الصحيح وأنه أوجع العدو إذن حضرتك تفصل أنه الأدب المقاوم هو من يكتبه وهو في فصائل المقاومة نعم وأدب المقاومة يكتبه كل كاتب من التزم من التزم هذا الخط نعم هل فقط أنك تجنس أدب المقاوم بأنه الأدب الملتزم أم هناك أدب آخر ضمن هذه المساحة لا يعني خاصة نحن بكون الالتزام الالتزام بالقضية هو الالتزام ربما أكون ملتزم بقضية أخرى غير القضية الفلسطينية نعم هناك من يفسر أو يحطي هذا الوصف أو هذا التجنيس للأدب هو ما يتوافق مع عراف المجتمع مثلا نعم إنه هناك حدود تعرف بعض الشعراء مجانين بعض الشعراء متسكعين بعض الشعراء يعني يتجاوز على ما هو مقدس يعني نعم فبعض النقاد يسمي الأدب الملتزم أو يجنس الأدب الملتزم الذي لا يتجاوز على المقدسات ليس فقط ما يكتب في مجال المقاومة فأنت ترى فقط الأدب المقاوم هو الأدب الملتزم؟ يعني أنا ما بفرق بينه نعم بين الأدب الملتزم وأدب المقاومة أنا بفرق بين الأدب المقاوم نعم والالتزام فقط جميل يعني فضلا عن الأجناس الأدبية الأخرى التي كتبت فيها كتبت القصة القصيرة وأن المجامع القصصية التي أصدرتها حضرتك فاطمة حتى التعب عنوان مجموعة قصصية صدرت لك هذا العام يعني تمحورت أحداثها حول الوجع الفلسطيني لكن اللافت أنه القاسم المشترك بين كل القصص في هذه المجموعة أنه فاطمة حاضرة في أغلب القصص فمن هي فاطمة؟ نعم فاطمة هو اسم تراثي نعم يكثر في الأردن وفلسطين نادر يعني في أغلب البيوت نعم تجد فيها اسم فاطمة فاطمة هي الأم الزوجة الحبيبة هي الأرض هي رمز فلسطين نعم لذلك أنا أقول أعشقها وتعشقني حتى التعب هذه هي فاطمة التي أنا أكتب عنها نعم نعم طيب هناك نماذج لأسماء أم فقط من الخيال اخترت هذا الاسم يعني هناك نماذج لنساء فلسطينيات يحملنا هذا الاسم كانت تناولت قصصا في هذه المجموعة لا من الخيال نعم وإذا كانت إحداهن مش من الخيال حولت اسمها إلى فاطمة يعني ليست فاطمة نعم لكن اخترت هذا الاسم طبعا هي يعني هذه القصة تحدثت فيها إحداهن نعم عن أيام تركية أخذوا زوجها للقتال يعني أيام الدولة العثمانية أيام الدولة العثمانية أخذوا زوجها للقتال ولم يعد فتزوجت أخوه نعم وعندما عاد الرجل الذي أخذوه إلى اليمن نعم وجد أحد الرعيان في منطقة البلد نعم فسألوا كلا لقد تزوجت زوجتك من أخيك على اعتبار أنه ميت مع اعتبار ميت نعم فسحب حاله ورجعت قال له لا تقول أنك رأيتني وعاد من حيث أتى وحتى الأهل لا حدا يعلم أين هو نعم هاي أنا حولتها لا اسم فاطمة كم سنة غاب عن الأهل؟ ست سنين نعم آه ستة أو سبعة نعم كانوا قاتل في اليمن؟ هو كان آه طبعا مهم كانوا يخذوهم إما على اليمن نعم أو على موسكو نعم على المسكوب كانوا يقولون نعم نعم في بلاد البلقان نعم عن جد أحزنتني هذه القصة وتألمت إلها كثير كثير ولم يعرف له أثر حتى اليوم حتى الآن نعم هل هو عاد إلى اليمن؟ هل هو مات؟ أكيد هو مات الآن نعم من أيام العهد الدولة العثمانية أكيد لم يكن له أبناء من زوجتي؟ لا نعم لا لا كان كان فيه ولكن ماتوا نعم كان فيه إلى اثنين ماتوا نعم يعني ما حاولوا ماتوا أطفال أن يبحثوا عن أبيهم؟ لا 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 ماتوا صغار أطفال أعمل بأي مرض الله لا أذكر نعم يعني لم تذكر لي السبب قال يعني أنت ضمن القصة ذكرت الأطفال لا لا نعم لا أنا أخذت يعني ما يناسبني من القصة نعم من المؤلفاتك أيضا مخيم المحطة أيام زمان أوراق وذكريات بدي أن نعود إلى تلك الأيام أيام زمان ونفتح نفاتر ذكريات ونطلع إلى الأوراق ماذا كانت تخبئ مخيم المحطة هو الذي شهد صرخة الأولى منطقة المخيم المكان الذي يقع مقابل مجمع غدان الآن الحالي محل مجمع غدان هو كان مخيما نعم أيضا نعم وكان نهر عمان أو سيل عمان نعم يشق المخيم إلى قسمين فهذا المخيم أيضا شهد صرخة الأولى وصباي وشبابي حنيني له دائما كبير جدا في هذا المخيم كانوا يعيشوا الناس على المحبة وعلى الاحترام وعلى الصدق على الانتماء للقضية ظلوا محافظين على الانتماء للقضية رغم أنه رحلت من المخيم نعم ولكن الروحي تبقى أو تظل تحوم حول مخيم المحطة وكل المخيمات نعم لما هذه المخيمات أو هذه الأماكن من خصوصية خاصة عندي عندما كتبت أنا كتبت عن الأرض وعن الإنسان نعم يعني تطرقت إلى الحياة الدينية إلى الحياة الاقتصادية إلى الحياة الثقافية في داخل المخيم إلى الحياة السياسية ذكرت أول من بدأوا في بناء في بناء المحلات نعم ذكرت أول تأسيس المخيم عندما كان يأتي الشرطة لهدم الخرابيش نعم ثم يعيدوا بنائها مرة أخرى يعني عزيز هذا علي طيب لماذا تهدم الشرطة الخرابيش الخرابيش هي الأكواخ يعني آآآ يعني كانت محرشات لأن مخيم المحطة بالمناسبة نعم ليس مخيم معترف فيه في وكالة الغوث نعم جاءوا الأهل بنوا بنوا عرشهم خليني أكل أو نصبوا العرش جلسوا تحت على اتبار إنهم رح يبنوا فكان يجي الجيش أو الشرطة يهدوا لهم إياها طيب لماذا لم يذهبوا إلى مخيم معترف به من قبل وكالة الغوث أو مبني من قبل وكالة الغوث أنا لا أدري ولكن أغلبهم حتى الآن موجودين نعم يعني يبدو أنه صار فيه بعض الختيارية يعني ذهبوا للقصور نعم ويتقوا مع الملك طلال نعم وقالهم تركوهم بحالهم إذن بقي المخيم ولكن لم يعترف به مخيم من وكالة الغوث علما إنه فيه مطعم وكالة نعم فيه مدارس وكالة خدمات صحية ما فيه يعني فيه بعض الخدمات التي تشرف عليها الوكالة مثل المدارس والمؤن نعم الصحة كنا يروحوا على أي سنة بني هذا المخيم أو أسس هذا المخيم 1952 نعم يعني كانت الوكالة موجودة نعم يعني كانت الوكالة إذا النزوح الأول لأجدادك أو للأهل كان من اللد من قرية القباب إلى هذا المخيم هناك مراحل من القباب مباشرة مهمة أيضا فيه معاناة يعني من القباب إلى بيت شنة نعم إلى بيت عور إلى الضفة الغربية وبعدين تشتتوا هنا نعم كاعدوا في السلط يعني في منهم اللي فيه مخيم المحطة كانوا سكان السلط نعم بدأت إنه هايما ناس كاعدين بقعدوا في سكان السلط اللي كانوا اللي من ضمن النازيحين فلسطينيين مأهل السلط آه لاجئين نعم لاجئين آه نعم فأجوا سكنوا يعني صار الواحد يعمل حوط يحوط نعم ويعمل فيها خيمة صغيرة أو عريش وبالأخير يعني بعد ما اتصلوا الختيارية والمخاتير بالقصور سمحوا لهم إنهم يبنوا نعم ولكن أنا حاولت أبحث عن وثيقة لهذا الكلام حتى أثبت الحجة للأسف ما قدرت وحتى ديوان أنت التقيت بختيارية وكبار من واكبه هذا آه نعم ماذا كان يقولون هو كان يقولون أنهم قابلوا نعم هلا رسميا ما في يعني حتى لما حتى تكون موافقة شفوية ربما شفوية ولكن الحكومة ما بتعترف بشفوية نعم أنا كنت في 96 رئيس لجنة تنظيم المخيم من قبل أمانة عمان كانوا بدهم يهدوه طبعا فهما هدموا قسم كبير جدا من المخيم بحجة فتح الشوارع نعم حاولت أنا أثبت الحجة رحتناها على الديوان قالوا يا عمي ما في من هذا الكلام طيب شكنت هذا المخيم الآن لا يمتلكون أرضا لا لا يمتلك يعني بناءهم غير قانون قبل فترة رفعوا قضية أصحاب الأرض الأصليين نعم ووصل بعض الشعارات بتهجيرهم نعم أو بترحيلهم مع الأنقاض نعم هذا كان المحامي على طول إحنا شكلنا لجنة كنت أياما في شكلنا اللجنة وقابلنا المسؤولين بما فيهم الرزاز وعد خيرا وقال طرح حلا أن يستبدل يعني تقصد عمر الرزاز عمر الرزاز كان رئيس الوزراء آآ آآ عمر الرزاز نعم قال أنه سيتم استبدال نعم هذه الأرض بما يقابلها من أراضي الدولة نعم لأصحاب هذه الأرض نعم بمستوى يعني بسعرها في عمان أو خارج عمان؟ خارج عمان نعم عمان ما فيه خارج عمان وللأسف حتى الآن أيضا هذا ما فيه كلام موثق نعم ولكن فيه تسجيل صوتي فيه تسجيل صوتي وبقي المخيم كما هذه معاناة النازح هو اللاجئ الفلسطيني نعم كما هو اللاجئ الأراقي واللاجئ السوري واللاجئ اليمني وهذه الأمة الآن تعيش معاناة اللجوء والجراح شكرا لك الباحث والأديب الأردني هاني علي الهندي على هذا الحديث الذي يخذنا إلى ذكريات ذكريات الأجداد والآباء والوجع الفلسطيني شكرا لك وأدعو الله أن نلتقي في لقاء آخر وقد شوفيت جراح فلسطيني إن شاء الله أيضا أكرر شكري لك وأنت المبدع في هذا البرنامج وشكرا للرافدين قناة الرافدين التي أتاحت لنا هذه الفرصة والمساحة للالتقاء بكم وبالجمهور شكرا لكم شكرا لك شكرا لك سيدها شكرا لك عز المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم